بسم الله الرحمن الرحيم في هذا النهر دا نتكلم على كيفية حفظ الملفات مش بالضبط حفظ الملفات لان طبعا عملية حفظ الملفات دي اكيد انت عارفة طبعا استعملت الكمبيوتر مثلا استعملت برامج تانية زي الورد او الويندوز او اي برنامج تانية اشتغلت عليه اكيد فيه حاجة اسمها حفظ الملفات نفس الموضوع هنا بتروح مثلا على فايل هنا وتختار سيف او كماند اس لو انت على الماك او كنترول اس سيف اغاز لو انت فاتح ملفة عايز تحفظه باسم تاني سيف اغكابي لو انت عايز تعمل نسخة منه سيف اغاز التمبلت لو انت عايز تعمل الشكلة التمبلت زي ما شرعنا في حلقة دي التمبلت اللي فاتت سيف فور ويب لو انت عايز تحفظ حاجة لي الويب طبعا مش عايز يعني مسلا اكتر في موضوع الحفظ ده لان طبعا هي عملية سهلة و اكيد اي حد بعملها يعني انما اللي انا عايز اركز عليه حاجة مهمة جدا اللي هي اسمها فايل انفو الفايل انفو يعني فاردا مثلا ان انت عندك شغل شركات كتير شركة الف وباء وتاء وهكذا يعني طبعا انت شركة معينة عملت لها شغل كتير عملت لها لوجو عملت لها ابروشور عملت لها اعلانات وي 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 الشركة دي مثلا جات بعد سنة واثنينة وخمسة وعشرة عارت لك مثلا والله في ملف انت كنت عامله فيه كذا وكذا وكذا عايزينه مثلا نتباعه تاني او نغير كرامينة طبعا انت تقعد تدور ناخد بالك حتى لو انت عامل يعني فولدر للشركة دي وملفات لو انت مثلا عامل مئة ملف للشركة دي او كرامينة اكيد هياخد منك وعد فيه طريقة لو انت استعملتها كجرافيك ديزاينر مش بس كجرافيك ديزاينر في اليلستريتور في فورامك تانية كتير لو انت اتباعت الطريقة دي في كل ملف بتنشاؤه هترتاح جدا 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 وتوفر عليك وقت كتير جدا نبطل كلام شوية ونشوف الموضوع دي نشتغل ازاي نروح على كلمة فايل اللي فوق لي المانيو دي واروح على حاجة اسمها فايل انفو ما روح على فايل انفو بطلع لي الويندو ده طبعا لو انت واقف علي حاجة ata ام تورو على الوزنكوا هذه الحاجات اللي aloudي مني هو التدخل الى الوزنكر وبكية اسم ديق comme cd label باما او بروشور او business card او او الوافر ده هو تأخذ بالك الحاجات مهم Earl plutôt تنصيد مجموعة الى او اףان مواصم التافي باما ا видим ا respected author TITLE الواثر تايتل البتاعك انت هل انت جرافيك ديزاينر مصمم جرافيكس ولا وابديفولبر ولا فوتوغرافر ولا ولا بتكتب اللي انت عايز تحطه هنا الديسكريبشن الديسكريبشن مثلا بتقول ان دي مثلا cd label for the company واريفر وتحط الكلام اللي انت عايز تحطه شرح مثلا لو وصف بسيط للشيء اللي انت عامله ده كويس طيب قولنا الحاجات دي مهمة ننزل الأهم بقى الديسكريبشن رايتر دي مش مهمة قوي أهم حاجة باللي انا عايز اركز عليها هي الكيووردز دي تمام حتى الديسكريبشن رايتر من فك تسيبها فاضية لا انا مش عايز تكتفاها عاق الكيووردز دي اهم حاجة في الديالوج ده كله الكيووردز دي يعني انفرض لان انا عامل الشغل دوت او cd label دوت لشركة اسمها مثلا مانجو مار وهم كتب اسم الشركة مانجو مار وبعمل كومة اقد West كيووردز دي قلت لككلمات للبحث زي ما تدهشوس على جوجل ام اسم فيفا لو كتبت فيفا طلع لك عليه الفين وعشر الله الفين واسم انما لك فيفا وللك فالو كاتب 2018 وعشر فهي الكوميات عشان تضيف كلمات تانية تدايق نطاق البحث فقاله منجوماري منجوماري مثلا بعدين قاله 2014 فهو هيدور في منجومار في التعامل في 2014 تحت اسمه مثلا CD Label فقاله مثلا كوكا كولا مثلا ايه Little Description مثلا Little Description تمام بحط كل الكلمات الممكن تقرب لي للشكل اللي انا عمله كويس وبأجينا مثلا كابورايت او unknown لو عايز اضع كابورايت وبعدين اضع كابورايت نودس لها مثلا ممنوع حد يستعمل الملف دا إلا ما يرجع لي اهمية الموضوع دا فيه بالنسبة للجزء دا هو اهميته فيه اهميته لو انت مثلا جلت تدور او عملت تعمل سيرش على الويندوز او على الماك ما بتجي تعمل سيرش بتكتب مثلا في الاول منجوماري بتطلع لك كل الشغل اللي عملته المانجومار بعدين بتقوم عامل 2014 ومتطلع لك كل الشغل اللي عملته المانجومار في 2014 تحت اسم cd label تحت اسم little description فبيسهل عليك البحث توصل للملف كلام دا كله يعني لو انت عندك حاجة زادية فيها بعض الكلمات اللي هي الغريبة او اللي هي ما بتكررش كتير فكت حطها هنا في الكيورد بتدايق نطاق البحث بالاضافة ليه بقى لو فرضا انت عملت الصورة ديت او الملف دا وقمت حطته مثلا على الفيسبوك او حطيته على جوجل بلاس او حطيته على الانترنت مفيش حد يقدر ياخد ملف دا وقولك ده انا اللي عملته وممكن مثلا حد ياخد ملف يغير اسم الملف تمام؟ انه ما قدرش يغير الانفورميشن اللي انت حطيتها دي ما حدش يقدر يغير الانفورميشن دي قلمت وطبعا دي بالذات مهمة جدا 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 والناس اللي هم شغالين فوتوغرافي او مصورين يعني بيفهموا النقطة دي كتير جدا الفال انفو ده مهم بيحطوا بحس ان اي حد ما يقدرش يقولك ان الصورة دي انا اللي واخدها انه طبعا في الحالة دي بينكشف لان سأله ان انت تروح على الفال انفو وتشوف اسماء او اسم الشخص العمل دي فبتعمل حاجات دي وبعد ما تعمل اوكيه لازم تعمل حفظ الملف عشان يحفظ المعلومات دي المعلومات دي خاصة بالملف ده بمعنى ان انت لو عملت ملف جديد لو انا عملت ملف جديد مثلا وروحت على فايل انفو بداي فاضي لان يختلف من ملف ملف فانت كل ملف هتعمله بتاخد مثلا دي او دي اتين وبتروح تعمل على الفايل انفو ده هوت كويس تروح على الفايل انفو وفيك تمليل حاجات دي طبعا انت فيك تحفظ هنا يعني تقول له مثلا اه لو انت عايز تمليل او إكسبورت يعني ممكن تعمل اكسبورت الملف ده هوت المعلومات دي وتحفظها عندك على الجهاز بعيس ان لو انت مثلا فرضا انت فوتوجرافر عندك مدة سوره وعشرين سوره وكلام من ده وعايز تحط نفس الشيء بيتحط المعلومات بعد ما تحط المعلومات بتقول له اكسبورت ترمام ويتحطها في مكان معين ويضيفها على حاجاتك كلها انما اهم شيء في موضوعنا النهاردة ان انت ما بتعمل ملف تعمل الفعل انفو واتدخل المعلومات اللي فيها عشان تسهلك في البحث قدام وعشان كمان تحفظ حقوقك كصانع للشيء اتمنى يكون الحلقة مفيدة لكم واشوفك في الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته